اهلا بكم مع اولى حلقات كواليس يلا كورا هنوصل لكم الخبر هنوصل لكم المعلومة هنوصل لكم كل اللي انتم عايزين تعرفوه في الكورا موضوعنا النهاردة موضوع بسيط جدا وبس الكلام كتر بعد ما القرار طلع القرار الخاص بمباراة الزمالك وجنراسيو المباراة خلاص بقى قرار رسمي هتتعاد يوم 24 اكتوبر والزمالك بقى صاحب الحق ان هو يحدد الملعب في خلال 4 ايام من النهاردة هل في تبعيات للموضوع اه في تبعيات مهمة جدا انه خلاص المطش هيتعاد والزمالك المفروض انه موافق ما لقيه المشكلة الجديدة المشكلة الجديدة انه رئيس نادي الزمالك المستشار المستشار منصور قال انا مش هلعب مطش الكم يوم 19 طب ليه مش هنلعب مطش الكم يوم 19 علشان انه يوم 19 والمطش التاني يوم 24 فرق 5 ايام فحجة المستشار منصور انه المطش دوت ودوت هيبقى بينهم 5 ايام واللعيبة هتبقى مركزة في مطشين وممكن يحصل نتائج سلبية فهو بيطالب بتأجيل مباراة القمة عن المعادل يتحدد لها اطراف الموضوع مين عندنا طرفين مهمين جدا النادي الاهلي والتحاد الكرة الطرف الاصيل الاول التحاد الكرة المسؤول عن المسابقة واللي بيديه وتواصلنا مع التحاد الكرة من خلال برنامجنا كواليس يلا كرة وقالولنا انه مفيش تأجيل ليه مفيش تأجيل لانه المباراة هتتلعب يوم تسعتاشر المباراة التانية يوم اربعة وعشرين اللي اتنين بينهم فارق زمني خمس تيام واحنا كنا قلنا في لائحة المسابقات هنأجل الانديا اللي بتشارك في افريقيا لو تلت تيام او الوقت قليل بحيث ان احنا نخدم الانديا لكن المطشين هتلعبوا في مصر فإدعي ان احنا نأجل اتحاد الكرة مش هيطلع منه مسؤولين يتكلموا في الوقت الحالي لحين لما يوصلهم كلام رسمي من نادي الزمالك او خطاب هم مش هيردوا على تصرحات ولكن احنا بنقول لكم اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاي طيب النادي الاهلي هل النادي الاهلي موافق على التأجيل تواصلنا ايضا مع كابتنا سيد عبدالحفيز وقلنا له هل الاهلي عنده مانع ان نأجل مباراة القمة قال طبعا عندنا مانع ان احنا نأجل مباراة القمة لان نفس الوضع من اسبوعين بس كنا بنلعب مباراة يوم 23 سبتمبر مع اسموحة ومباراة يوم 28 مع كامس بور في دور الابطال او تعديل في الجدول اذا فتيل الازمة هيشتعل ممكن بنقول لكم هنا من خلال كوالي سالا كورا الفتيل ده يموت خالص لو في مفاجأة حصلت وايه هي المفاجأة اللي ممكن تحصل انه النادي السنغالي كلم المسؤولين في الاتحاد الافريكي وقال لهم احنا بنرفض القرار بتاعكم تماما احنا مش عايزين نلعب يوم 24 احنا لأحق بالفوز لانه اللايحة بتنصفنا عموما احنا هنلجأ للمحكمة الرياضية الدولية وهنشتكل الاتحاد الافريكي حد يمكن يقول طب ليه بيوم نشتكوش الزمالك لان الزمالك مشطرف في الصراع من الاساس الزمالك كان عنده حق هو كمان لما راح له خطاب من الاتحاد الافريكي قال له روح برج العرب ولقى الحكام والمرأبين هناك فالحالة الوحيدة ان الموضوع ده كله يتحل وما نخلش في ازمة جديدة داخل الكرة مصرية انه الفريق السنغالي ما جايش زي ما هو هدد مسؤول الكاف ولو مسؤول الكاف ما قدروش يقنعوه ان هو ييجي هنشوف ايضا تطورة طيب لو الفريق السنغالي طلع من البطولة ايه اللي هيحصل النية داخل الاتحاد الافريكي انه هم يكملوا المسابقة خلاص الزمالك في دور الابطال بعد ما يعتبر فائز بنسحاب الفريق الاخر وهم مش نويين يصعدوا فريق تاني مكان الفريق السنغالي في الكنفدرالية والمواجهة اللي جاية يبقى خلاص راحت للفريق اللي هيلعبهم ودي كانت كواليس يلا كورة في حلقتنا الاولى